الفشل السياسي في العراق لا يريد أن يقف عند حد ففي كل يوم يهبط ساسة المنطقة الخضراء إلى مستوى أسوأ من الذي قبله ولم تعد كل غرابي للأحزاب قادرة على أن تغطي الحقيقة عن الشعب العراقي الذي بات مقتنعا تماما بأن العملية السياسية لن تتمكن من إعادة بعض حقوقه التي سلبها أقطابه المتصارعون ولن تفلح في توفير أدنى متطلبات الحياة التي أهدرها الفساد السياسي والإداري تحت عنوين وشعارات استهلكت مرارا وباتت منتهية الصلاحية بنية سياسية تفتقع إلى الانسجام ومؤسسات تعاني شتاتا وتناحرا واضحا هذا هو باقع العملية السياسية التي تعيش حالة انهيار غير معلن يقيم أركانها في واد والمجتمع العراقي في واد آخر فيما تؤكد استطلاعات واستبيانات عديدة أن المجتمع العراقي صار ينبذ النظام الحالي بكل مخرجاته وتتسع الفجوة بين الشعب والنظام في كل لحظة ليس من السهولة اختزال الترد الذي يعيشه الواقع العراقي فالأزمات والمشاكل تضرب البلاد في جميع المرافق والمستويات بدءا من الارتهان للإرادة الخارجية وتحويل العراق إلى ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران وفتح موارد العراق أمام طهران وعسكرة المجتمع عبر فتاوى وقرارات تعيد اشترار التأريخ لتحيله واقعا مأساويا يدفع ثمنه الملايين من العراقيين قتلا وتهجيرا وتغيبا وتدميرا ممنهجا حصاد السنين البائس يمكن مشاهدته رأي العين في أي شارع من شوارع بغداد وسواها من مدن العراق حيث الخدمات الصفرية وطرق المتهالكة والعشوائيات والبطالة نهك عن القضاء المسيس والحريات المتهكة وغياب القانون والتخلف الاقتصادي والعلمي والصحي حقل ألغام سياسي هذا ما انتجته العملية السياسية بعد كل هذه السنين لم تعد تنفع معها أي عمليات ترميم أو ترقيع بعد أن أضاعت معلم الدولة العراقية لتستبدلها بشريعة غاب تتسيد فيه الميليشيات الطائفية وتعبث بها النزاعات العشائرية تفشي للمخدرات وتبديد للثروات وعبث بأرواح ومصائر العراقيين الذين يتقون للحظة خلاص من هذه العملية وكل ما أنتجته من دمار وضياع